شريحة كبيرة من الأطفال العاملين في مخيم العامرية أجبرتهم الظروف المعيشية الصعبة على العمل في مهن لا تقوى عليها أجسادهم من أجل لقمة عيش كريمة لعوائلهم بقايا ملامح الطفولة لا تزال في الوجوه بينما شابت عقولهم تحت ضغط متطلبات الحياة ولقمة العيش اللهو واللعب والمرح كلمات شطبت من قواميسهم أنا جئت أشتغل هنا بالبصة عنده حليب وتكلية أنا أبويا مريض وقعد بخيمه جئت أشتغل لأبويا والأمي حتى أعيش أهلي جئت أشتغل تعلم أنت صاعد عن أهن هناك بالمخيم ماك ولا شغل وجئت دعا باعتمر تعلم أنت عايش أهن شريحة الأطفال العاملين في مخيم عامرية الفلوجة أجبرتهم الظروف المعيشية القاسية على امتهان مختلف الأعمال والتي لا تقوى عليها أجسادهم أطلع الصبح والعصاء شقدت أطلع باليوم؟ ألفين لأألف شقدت؟ ألفين لأألف وش السببين؟ أصابق بيهنه والله بيع كارتات شقدت بربح بيه 500 دينار لا أطلع لنما أطلع لحن شقدت أعيش هنه ومتنا مجوع بالفلوجة شفنا ضيم ما رد نعيش عمي بزعنا طاقة رواحنا والله لأشوف الفلوجة شون مآسي حيح المآسي شفنا شقدت أطلع باليوم؟ اليوم جزء أبيحن اليوم لا أبيحن لا أبيحن يمكن ثاني يوم ثالث يوم إلا أبيحن وإذا لم يعد شتور رح تركي؟ والله على الله المعيش على الله والله موجود الله لا يقضع بأحد إن شاء الله وعدنا معتقليين وأنا بس لأخوي أنا بس هنا بالبيت أخوي معتقلي بس جن هذا صار أربعة شهر تستهدف الطفولة أمام مرأة ومسمع الجهات الحكومية والمعنية دون أي تدخل لإنقاذ شريحة الأطفال وإعطائها حقها من الكرامة والعيش بأمان لم يكن ثمة خيار أمام هؤلاء الأطفال بالخروج والعمل في هذه المخيمات بحثا عن لقمة عيش تسد جوعة بطونهم من مخيم العامر يا بشير الحسن أناات الفلوجة شكرا ترجمة نانسي قنقر